السلام عليكم في هذا الفيديو سوف نريكم سمات المنافق عن طريق علم الفراسة وهو علم تحليل الشخصيات عن طريق ملامح الوجه شكل الجسم الطول وكل ذلك أول نوع من المنافقين هو المنافق الذي يعني يمدح الناس كي يتسلق الهرم الاجتماعي يعني تجده في مكانة هو ليس المفروض أن يكون فيها فقط لأنه يمدح الناس بكاترة وكل ذلك ليتسلق الهرم الاجتماعي ويصل إلى مكانة معينة فهي في الحقيقة سمتين إذا الجمعة يدلان عن ما قلناه الآن هي أن تكون الجبهة قصيرة يعني قصيرة تجد أن الجبهة أقصر جزء في الوجه أقصر من مكان الأنف مكان العواطف والدوافع وأقصر من مكان العملية من الأنف إلى نهاية التقن مكان العملية والبدنية والواقعية فتجد أن الجبهة قصيرة فالجبهة القصيرة لكن يجب أن يكون معامل محتاني وأن تكون شحمة الأدن طويلة فتكون يعني شحمة الأدن أكبر من المتوسطة فهذا الشخص يمدح الناس فقط ليصل إلى كما قلنا يعني يمدح الناس بكاترة ندعمها يعني مثلا هنا العيون الغائرة والجفن المرتخي فهذا يعني لديه مع حواجب خفيفة هذا نوايا خبيتة فكل هذا يدعم معنا أن هذا الشخص ربما يكون سياسي أو شخصية تحتاج إلى التضليل والنفاق كي تصل إلى مراتب معينة فكل أغلب سياسيين تكون فيهم بعض هذه الصفات أو حتى كلها مشامعة أما بالنسبة للنفاق أو نوع تاني من النفاق يعني النفاق ليس يكون دائما بشكل سلبي لكن الشخص الذي تشمع فيه سيمة النفاق والخبط فهذا الشخص يكون خطيرا جدا كذلك من سيمة النفاق الحاجب المجعد هذا الحاجب يدل على تشويش في التفكير وعدة صفات أخرى يعني هناك صفات يقولون أنه يعني يموت في يعني أنا لا أؤمن أبدا بتلك الأشياء التي هي في الفراسة التي لا علاقة بالمستقبل فهذا الشيء مباشرة كفر الذي يؤمن بالمستقبل وكل ذلك لأنه مخالف لآيات قرآنية وكل ذلك فيقولون يعني أنه يموت تقريبا في سن مبكر فهذا الشخص يكون له تشويش في الأفكار كما قلنا هاتي فقط خرافة في الفراسة وليست حقيقة بالنسبة للحاجب المجعد يعني تشويش في الأفكار كذلك حدقة العين الصغيرة يعني تجد بياض كثير في العين فهذا الشخص لدي قلة عواطف للناس كذلك هذا الشخص قد ينافق كذلك إذا كانت كان لون العين مهما كان لونها يعني سواء بني أزرق أخذ أي لون باهت فهذا الشخص كذلك يمكن أن ينافق يعني بسبب أن لديه بلادة في المشاعر أما السيمة الأخيرة يعني يأتي السيمة لوحدها تكفي أن صاحبه منافق لكنه لا ينافق هكذا بل ينافق لأنه يعني لابق جدا لدرجة أنه في الأخير سوف ينافق لأنه يستطيع أو يدرس الكلمة قبل أن يقولها هي أن يكون الفم صغير جدا فهذا الشخص هذا الفم ليس صغير الفم الصغير يعني تجده مثلا من هنا كل ما كان صغير هذا الشخص يكون يعني عقله يتحكم في القلب يعني على مستوى ما يقول فهذا الشخص يكون منافق كذلك أو قد يعني يكون منافق حتى بدون قصد لأنه لابق جدا في الكلام وكل ذلك فذكرنا لكم أبرز أبرز سيمات النفاق كما قلنا النفاق الشخص الذي يتسلق يجي معي عن طريق المدح وكل ذلك وكذلك الشخص اللابق وكذلك الأشخاص بليدوا المشاعر كما قلنا في العين بيض العين كثير باتان في الحذقة وكل ذلك الحاجب لمجاعد كذلك تشويش في الأفكار وكل ذلك فكان هذا فيديو اليوم أراكم في فيديو لاحق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته